أهلاً أصدقاء إذا كنت تريدون أن يطلب أرهون المغفرة من هيرا عندما يعلم الحقيقة وإذا كنت تريدون أيضاً أن يتزوج عزيز وإليف ويكون سعيدين فلنضغط على زر الإعجاب ولنتابع الصفحة هل سيطلب أرهون من هيرا المغفرة؟ وبفضل من ستظهر الحقيقة هل ستكون حياة حراء في خطر؟ هل سيقع عزيز وأليف في حب بعضهم البعض؟ هنا سأجيب على جميع سئلتكم أيها الأصدقاء لننتقل إلى الحلقة الجديدة من مسلسل الأسيرة في الحلقة الجديدة من مسلسل الأسيرة وإن بي اس بي وصول الدكتور جي هون إلى القصر سيقلب توازن الجميع لأن عفيفة والسلطان وهيرا سيحاولون منع كشف الحقيقة في الواقع هيرا ستذهب سيهون إلى الطبيب وتقول له من فضلك قم بإخفاء الحقيقة كن الطبيب سيهون سيصدم هيرا بقوله أن الوقت قد حان لظهور الحقيقة لأن هيرا ستعتقد أنه إذا اكتشف أرهون الحقيقة فسوف يأخذ منها صحراء لهذا السبب سيكون لدى حراء كابوس بعد كابوس ستزداد مخاوف حراء يوما بعد يوم وستترك حراء لا تعرف ماذا تفعل وفي هذه العملية ستحاول عفيفة أيضا منع كشف الحقيقة لأن عفيفة تعلم أن أرهون سيتركها عندما تنكشف أسرار الماضي ستتسبب عفيفة في وفاة طبيب سيهون إذا لازم الأمر حتى لا يكرهها أو رهون وعندما تظهر الحقيقة في الحلقات القادمة ستحاول عفيفة أيضا إذا أحراء وقتلها لأن عفيفة ستعتبر حراء مسؤولا عن كل شيء لهذا السبب ليحتاج أرهون إلى معرفة الحقائق في أسرع وقت ممكن في الواقع المشهد في الحلقة السابقة الذي عرف فيها أرهون الحقيقة كان بمثابة حلم لم يعلم أرهون الحقائق ويحتاج أرهون إلى مزيد من الوقت لمعرفة الحقائق عندما تظهر الحقيقة سيندم أرهون ويطلب منهير المغفرة وبهذه الطريقة سيأتي وقت الحب مرة أخرى لهيرا وأرهون سيشعر بالارتياح قليلا لأنه وجد والده العزيز لكن عزيزة سيحمل أليفة مسؤولية كل هذا ويعاملها معاملة سيئة لأن عزيزة سيعتقد أن أليفة تحاول الانتقام منه لكن الحقيقة ليست كذلك أبدا نظرا لأن أليفة تتمتع بقلب نقي ونظيف فإنها لن تؤذي أي شخص عن قصد أو عن قصد لكن عزيزة لن يتمكن من ملاحظة هذه الميزة لأنه لا يعرف أليف لكن لاحقا سيتعرف عزيز على أليف وينبهر بها وهذا سوف يثير الحب الأول عزيز سيعترف بحبه لأليف ويريد الزواج منها سوف تتزوج أليف أيضا من عزيز وتبدأ بداية جديدة في حياتها فهل تعتقدون أن أرهون سيطلب المغفرة من هيرا وسأنتظر تعليقاتك أدنى؟ وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا القسم أيها الأصدقاء للمزيد من الفيديوهات لا تنسوا الاشتراك والإعجاب وتفعيل التنبيهات وترك تعليقاتكم اعتنيوا بأنفسكم نراكم مرة أخرى